خلافاً للخطة الأمريكية الروسية الرامية إلى التوصل لاتفاق رئيسي بين أكبر القوى النووية في العالم رفضت الصين اقتراحاً لإجراء محادثات مع البلدين بشأن اتفاق جديد يحد من التسلح النووي الخارجية الصينية بررت أن ترسنتها النووية عند أدنى المستويات التي تطلبها احتياجات الأمن القومي ولا تقارن بنظيراتها في واشنطن وموسكو وتابعت القول أن بكين دعت مراراً وتكراراً إلى الحضر الكامل والتدمير الكلي للأسلحة النووية مشيرة إلى أن مسؤولية كبرى تقع على الدول التي تملك الترسانات النووية الأكبر إذ يجب على واشنطن وموسكو نزع السلاح النووي ومواصلة الحد منه بشكل يمكن التحقق منه الأمر الذي يهيئ الظروف لمشاركة دول أخرى في المفاوضات وكان الرئيس دونالد ترامب وبعد مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين قد توقع إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد يشمل الصين فيما يحل أجل اتفاق نيوستارت النووي لعام 2011 في فبراير عام 2021 ويمكن مده بموافقة الطرفين وهذا هو الاتفاق الوحيد بين البلدين للحد من الأسلحة النووية الاستراتيجية المنشورة إيلين يوسف العربية